هناك مخاوف من انهيار الدينار العراقي هل من الممكن أن تمر البلاد بسيناريو أشبه بذلك اللبناني فيما يتعلق بانهيار العملة أم لا يمكن أن يحدث ذلك في بلد كالعراق غني بالنفط هل تجد الحكومة الحالية الحلول الحلولة دون حدود ذلك لا المقارنة يعني مجرد كلام أعلامي ليس له أساس من الصحة المقارنة بين الانهيار الذي حدث في لبنان والوضع في العراق شيء غير مقبول في لبنان الأمور كانت عمليات سرقة أموال المودعين سرقة الأموال المودعة في المصارف وبالتالي كل هذه الأموال كل المصارف أفرغت من أموالها وخصوصا بالعملات الأجنبية وبالتالي أصبح النظام المالي لا يستند إلى قاعدة صحيحة وبالتالي حدث هذا الانهيار والتراجع في سعر الليرة اللبنانية في العراق يعني البنك المركزي سلطة نظيفة لا تزال تعمل لصالح رفع مستويات الاحتياطيات الدولية للعراق التي جاوزت 90 مليار دولار وهذا ما يسند العملة العراقية ويعطيها مركز قوة ولكن علاقة الدينار العراقي بالدولار هي هذه المشكلة التي قد يتصور البعض أنها ستذهب بالدينار إلى ما ذهبت إليه الليرة اللبنانية على العكس من ذلك الدينار لا يزال دينار قوي يتمتع بظهير وسند قوي من الاحتياط ولكن المشكلة هو سعر تبادل الدينار العراقي بالعملة الأمريكية العملة الأمريكية الآن شحت في الأسواق بسبب انخفاض مبيعات نافذة بيع وشراء العملة من الحوالات كانت قبل شهر ونصف أو شهرين لا أذكر بالتحديد بحدود 250 إلى 300 مليون دولار يوميا تتجاوز في الأسبوع الواحد المليار دولار الآن خفضت إلى ما دون 100 مليون دولار بعض الأيام 120 وبعض الأيام 80 أو حتى 50 وهذه مبالغ قليلة والسبب في ذلك أن المصارف نفسها بدأت تتخوف من أن تخضع للعقوبات الأمريكية ولا تطبق الإنذارات التي وجهها الفدرالي والخزانة الأمريكية لمدراء هذه المصارف ترجمة نانسي قنقر